وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا والآثار قدمي الخليل عليه السلام باقية في الصخرة إلى أول الإسلام ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلي خلفه وقد كان المقام قرب الكعبة فأخره عمر رضي الله عنه إلى مكانه المعروف اليوم ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه إجماعا والسنة أن تصلى ركعة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام فيجعل المصل المقام بينه وبين البيت ويقرأ في الركعتين بالكافرون والإخلاص فإن لم تتيسر له الصلاة خلف المقام لزحام ونحوه صلى في أي مكان شاء من المسجد فإن عجز صلى في أي مكان شاء من الحرم فقد طاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذيطوها ولمقام إبراهيم عليه السلام فضائل عديدة منها أنه ياقوتة من يواقيت الجنة فعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب وقد نوه الله تعالى بذكره في أكثر من موضع من كتابه قال تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا أي فيه علامات بينات من قدرة الله وآثار خليله إبراهيم منهن أثر قدم خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم في الحجر الذي قام عليه